هذر الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجددا من سيناريو التهجير القصرية التي أو الذي لازالت بعض الدول الإسرائيلية تسعى للترويج له عبر منصات إعلامية واتصالات دولية وأكدا أن من يفكرون في هذا السيناريو لا يدركون حجم الفوضى التي يمكن أن يتسبب فيها في المنطقة تصريحات أبو الغيط جاءت خلال استقباله نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية أيرلندا يوهل مارتن بمقر الأمانة العامة للجامعة وأوضح أبو الغيط خلال اللقاء أن الكثيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط يشعرون بالإحباط الشديد بسبب ازدواجية المعارير التي يمارسها عدد من الدول الغربية حيال الهجمة الإسرائيلية على غزة وكأن قيمة الحياة الإنسانية تختلف بحسب الجنسية أو الديانة ترجمة نانسي قنقر